عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض ايه يا عم سعيد ده ايه يا سعيد يا بالرحمة ده ما عندكش اخات بنات ولا ايه ايه يا جوار دي ولا ما يصعبش عليك يعني تدهله قضية كده ما ننساش يا جباعة نعمل لهاك للفيديو وتشرفني بالشراكة في القناة ومطش ما بين اقوى فريق في الدور الانجليزي منشيصر سيتي باللعبة والنجوم الموجودة هو اقوى فريق لازم نعترف وهتكلم في حلقة على اقوى فرقة في الدور الانجليزي وليه السبب برغم ان جوار ديولا بيخرف لكن ده اقوى فريق في الدور ضد الحسان الاسود الحسان الاسود والستهام من اول الموسم بيعمل اداء ولا اروع وبيتحط في اختبارات كتيرة وبينجح ومن ضمنهم النهاردة نجح برغم ان صعب كتير عليه المطش مطش كان صعب جدا بالزبط بيلعب منافس حاطت ايده على كاتل منافسه السيتي بيلعب بطريقة كاتل منافس واستهام ضغط عليهم ضغطة بشوت الاولاني ما كانوش بيطلعوا اللاكورة ولا كورتين في نص ملعبهم طريقة ليه مليان نجوم مليان نجوم النهاردة واستهام بيلعب الستة اللي قدام يعني الاتنين اللي في وسط الملعب والاربعة اللي قدام بيلعب الاساسي فيهم بس هو سوسيتش الدفندر وس الملعب سوتشيك سوتشيك الدفندر وس الملعب هو الوحيد والخمسة اللي بقين جنبين نوبل والاربعة اللي قدام كلهم اللي عيه بقى احتياطي اقل من الاساسيين الناحية التانية لا فرناندينيو نجم كبير نجم البرازير دي بروين جندغان محرز رحيم ايه ده عتولة عشان كده بقول دايما جوارديولا وفريق الستي فريق الستي اقوى فريق مع اسوأ مدرب اقوى فريق بالافراد عنده نجوم كتيرة الدكة كلها نجوم لكن ديفيد مويس المدير الفني الوسي لازم هيريح سعيد بالرحمة وبابلو وبوين وانطونيو لازم ريحهم لانه هم بشر مش هلعبوا تلات مطشط في الاسبوع فالنهاردة استعان بيهم بعد ستين دقيقة سعيد بالرحمة واستعان ببابلو وبوين ادوا تقلي للفرقة ادوا ثقة للفرقة اه برضو ستي زي ما هو ضاغط وكل حاجة ولكن ضاغط بمهارة اللعيب يا جماعة ده النهاردة كان سلو الباك يمين اكنو بلعب نص ملعب شوط التاني كله كان سلو لما نزل مكان وكر نزل نص ملعب وما حسناش ان الباك يمين مفيش باك يمين يعني عندهم زيادة عددية بالنجوم لكن جوارديولا لعيبة منشستر ستي ضغطة على وستهام بقولك كاتمين نفسهم طب فين الحلول عند جوارديولا النهاردة شوط الاولاني كله محرز يمسكوا الكورة عايز بص على راس حربة يلعب له مفيش راس حربة مبلعبش بدون براس حربة مفيش راس حربة يبقى انا محرز يا اما اروح انا يا اما اباصي لتحت فمحرز النهاردة بيستلم ويسلم زي قد ملوش نفسه مكسورة وده بقى بشر اتظلم كتير السنة دي فنفسه مكسورة زي قد ان الناس ما بتبصلوش جندغان ودبروين يمشوا بالقرى كده يبصوا على محرز يروح مغيرين اتجاههم ورايحين لعند رحيم الله ما ده زيميلة كلعب معا فالنهاردة محرز ما كانش ليه نفس وكمان اللعبها ما ساعدتوش ما عندوش الحاجات محرز بقى اللي يخش جواه التمنتاشر ويروح واحد ضد واحد لأ كان بيمسك الكرة ويبصيها كان نفسه مكسورة كان واضح عليه نزول الاساسي لو استهام بعد ستين ديئة فرق كتير جدا ليه طريقة الستي لو انت عايز تكسب الستي وتستحوذ اكتر منها في الملعب العب في نص ملعبها لو هما جم عليك مش هتعرف تطلع ليه لما هيوى عليك هتلاقي الرباعي بتاع وص الملعب بتوعك هيرجع يدفع في التمنتاشر طيب لما تيجي تقطع الكورة زي ما حصل الشيط الاولاني واستهام بقى لتزيني ومسواكو ويرمولينكو التلاتة مع نوبل ومع سوتشيك كلهم بيدفعوا لان السيتي ضاغت فلما كلهم بيدفعوا لما واستهام هيمسكوا الكورة هيبصوها المين كله مضغوط كله جنب بعض هيبصوها قدام فالزيتشي فالزيتشي لازم يحافظ عليها راجل بعيد عن المباريات وبعيد واقل في المستوى من أنطنيو فما يقدرش يشتر الاولاني يطلعوا أقدموا برا كويسة ودفعوا كويس لكن بصراحة منشيط سرستي كان خنقهم وكان حدثهم في الثامنطاشر لكن أكن منشيط سرستي الشوت الاولاني وكمان غيرت ما نزل جوزيس ونزل فوديين وغيرتش أكنه بدون راس حربة يعني أنا معرفش كل بارمر بيلعب كل بارمر الشوت الاولاني محرز وكل بارمر ورحيم وديبروين هنا وجندغان هنا خمسة لما يجي محرز بيمسك كورة مفيش كل بارمر بينزل أكنه وسط ملعب طب فين المهاجم يبقى السيتي بيضغط وبيهاجم بمهارة اللعيبة اللي موجودة لكن المدير الفني ما عندوش الحلول ان يكسب النهاردة بقى ديفيد مويتس العكس عمل فكرو صح يلعب بالاحتياطي وحافظ ان ما يدخلش فيه جون ولعب به الأساسيين بعد الستين دقيقة الوسطة هم تحس ان الثقة جتلهم طبعا أريولا حارس مرمى دليل على كلامي نجم المباراة الأول الأول هو أريولا حارس مرمى منشستر سيتي يبقى فعلا كلامي صح ان منشستر سيتي خانق واستهام الفرقة الوحيدة اللي ما تخنقتش مع منشستر سيتي هي ليفربول ليه لعبوا على صلاح وماني والمهاجمين لعبوا في الحتة دي فهم اضطر دي بروين واضطر سيلفا يرجعوا ويدفعوا فلما اضطر يرجعوا ويدفعوا لما يجي يطاعوا الكورة مش هعارفوا يطلعوا يعني بالزبط ليفربول عمل في منشستر سيتي اللي منشستر سيتي بتعمله مع الفرق انا سعيد جدا بسعيد بالرحمة وتقلقه النهاردة مش عايز اطول لكن مليون مبروك على ديفيد مويس مدرب عنده العدل على كسب مدرب ما عندهش العدل عنده نجوم لكن هو مش عارف يستخدمهم عشان كده بقول ان اقوى فرقة في الدوري بالعدل بقى مني انا هو منشستر سيتي لكن مع مدرب سيء ليفربول ووستهام هيمشوا في الموسم ده رائعين عشان عندهم مدربين بيعملوا العدل بيحققوا العدل بيدوا لكل لعب حقه وظهر النهاردة النهاردة بابلو وسعيد بالرحمة وبوين لما قعدوا احتياط الأساسين بان بان ان وستهام كان ضعيف قوي في الشط الأول بالعكس من كذا يوم وستهام كان من المسك للسحواز واستهام طول المباراة ليه بوجود الأساسيين سعيد بالرحمة وبابلو شكرا اعملك الفيديو وانتظرونا بعد كده ان شاء الله شكرا